السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع لابتداء اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة انشرح تكملة انشطة تعلم المفهوم الثالث مصادر الطاقة المتجددة من الوحدة الثالثة من ملهج العلوم الجديد للصف الرابع لابتداء الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة والتفعيل جرس لأصلكم كل جديد الدرس الثالث الاستفادة من الرياح نشاط لاحظ كعالم مر العقل هل الشمس هي المصدر الوحيد للطاقة المتجددة سيقولك المصدر الوحيد يبدأ الإجابة لا التوربينات الهوائية التوربينات الهوائية تدفي الشمس القرى الأرضية والهواء حولها يبدأ الشمس بتدفي القرى الأرضية والهواء حولها تختلف كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض من منطقة أخرى مما يسبب حركة الهواء وهبوب الرياح كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض تختلف من منطقة أخرى يسبب حركة الهواء وهبوب الرياح تستخدم الطاقة الحركية الناتجة عن الرياح في تدوير أزرع طواحين الهوائية لإنتاج الطاقة الكهربية تستخدم الطاقة الحركية الناتجة عن الرياح في تدوير أزرع الطواحين الهوائية لإنتاج الطاقة الكهربية الطاقة الحركية الناتجة عن الرياح تستخدم في تدوير أزرع الطواحين الهوائية لإنتاج الطاقة الكهربية تنتقل الكهرباء الناتجة عن التربونات الهوائية إلى أماكن الاستهلاك عن طريق أسلاق ضخمة تنتقي الكهرباء الناتجة عن التوربونات الهوائية إلى أماكن الاستهلاك عن طريق أسلاك ضخمة الشكل التالي يوضح سلسلة الطاقة لأحد توربينات الرياح مبينا عليها المدخلات ومخرجات الطاقة أول حاجة عندنا الشمس طاقة إشعاعية حراكية اختلاف درجة الحرارة هواء بارد وهواء ساخن الطاقة الحرارة تتحول إلى طاقة حراكية يبقى هنا عندنا الشمس طاقة إشعاعية اختلاف درجات حرارة الهواء بارد وهواء ساخن يبقى اختلاف درجات الحرارة يؤدي إلى وجود هواء بارد وهواء ساخن فيدينا طاقة حرارية الطاقة الحرارة تتحول إلى طاقة حراكية تحرك توربينات الرياح طاقة ميكانيكية حراكية بتوربين الرياح دا بيستخدم طاقة ميكانيكية حركية بعد كده ينتج منه طاقة كهربية خطوط الكهرباء طاقة كهربية اللي هي ناتجة من الطاقة الحركية خطوط الكهرباء طاقة كهربية ناتجة من الطاقة الحركية هنا الكهرباء الناتجة تستخدم فيه متفاق كهربية طاقة حرارية تتحول فيه المتفاق الكهربية إلى الطاقة حرارية إبه الطاقة الكهربية الناتجة من التربونات الرياح تتحول في المدفأة الكهربية إلى طاقة حرارية الدرس الرابع الماء المتساقط نشاط حل الكعالم مرن عقلك هل يمكن استخدام المياه في توليد الكهرباء؟ الإجابة نعم نشوف مع بعض الطاقة الكهربائية تعتبر المياه من مصادر الطاقة المتجددة والتي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء إبه المياه من مصادر الطاقة المتجددة يمكننا استخدامها لتوليد الكهرباء كالآتي تجري مياه الأنهار على المنحضرات لأسفل وأثناء عمل استخدام المياه فإن طاقة وضع الجزبية المختزنة في مياه الأنهار تتحول إلى طاقة حركة إبه تجري مياه الأنهار على المنحضرات لأسفل إبه المياه الأنهار بتجري على المنحضرات لأسفل أثناء عملية سقوط المياه فإن طاقة وضع الجزبية المختزنة في مياه الأنهار بتتحول إلى طاقة حركة يمكننا التحكم في تضفق المياه عن طريق إقامة السدود حيث تعوق السدود تضفق المياه لزيادة طاقة وضعها يبقى لكم يمكننا أن نحن نتحكم في تضفق المياه عن طريق إقامة السدود السدود بتعمله تعيق السدود تضفق المياه لزيادة طاقة وضعها السدود تعيق تضفق المياه لزيادة طاقة وضعها عند تحرير المياه تتضفق من أعلى إلى أسفل عبر التربونات في السد يساعد الماء المتساقط على ضاران التربونات عند تحرير تضفق المياه من أعلى إلى أسفل عبر التربونات في السد يساعد الماء المتساقط على ضاران التربونات تعمل التربونات الموجودة في السد على تشغيل مولدات التي تحول الطاقة الحركية للطاقة الكهربية تعمل التربونات الموجودة في الساد على تشغيل المولدات التي تحول الطاقة الحركية للطاقة الكهربية يطلق على هذه الكهرباء الناتجة اسم الطاقة الكهرمائية يطلق على هذه الكهرباء الناتجة اسم الطاقة الكهرمائية يمكن أن نقل هذه الكهرباء عبر أسلاك نحاسية طويلة إلى المدن والأماكن التي تحتاجها يمكننا نقل هذه الكهرباء عبر أسلك نحاسية طويلة إلى المدن والأماكن التي تحتاجها أوجه الشبه والاختلاف بين الأنظمة التي تستخدم الماء والرياح لتوليد الكهرباء أول حاجة عندنا استخدام الماء لتوليد الكهرباء بتستخدم طاقة وضع الجاذبية بتستخدم طاقة وضع الجاذبية بتستخدم السدود ويمكن استخدامها في الأنهار فقط يمكن استخدامها في الأنهار فقط أما استخدام الرياح لتوليد الكهرباء يفضل استخدامها في أماكن عاصفة الرياح في أماكن عاصفة الرياح بالنسبة لأوجه التشابه بينهم إدارة التربونات توليد الكهرباء وأنها طاقة متجددة وتستخدم طاقة الحركة يبقى أوجه التشابه في استخدام الماء للتاولد الكهرباء واستخدام الرياح لتاوليد ال excellent Wh画 اللي هم الي اتنين بيستخدمون في ايضار تيركمingers يستخدموا تركم dissolve هم الاتنين بيتم تاوليد الكهرباء طاقة متجددة يعني بتاوليد الماء ويستخدم ماء وخ Iím موقع دي طاقة متجددة بل الماء ورياح طاقة متجددة بتستخدم طاقة الحركة بتستخدم طاقة الحركة هنحل مع بعض اختبئ العقل ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية 1- يطلق على الكهرباء الناتجة من المياه اسم الطاقة الكهرومائية العبارة صحيحة 2- بتختزن مياه الأنهار طاقة الحركة العبارة خطأ بتختزن طاقة وضع 3- الأنظمة التي تعمل بالماء والرياح لتوليد الكهرباء بتستخدم طاقة الحركة 4- الدرس الخامس البحث العملي 5- تصميم نموذج مولد توربين 6- نشاط ابحث كعالم مرن عقلك يمكن توليد الطاقة الكهرومائية باستخدام طاقة الرياح والماء كهرومائية باستخدام طاقة الماء 7- تجربة تصميم توربين لتوليد طاقة كهرومائية 8- الأدوات 9- إناء كبير سعة 4 لترات 10- مياه مروحة من الورق المقومة 10- كوب بلاستيك سعة 250 ميلي 10- إبريك كبير سعة 4 لترات 10- الخطوات 1- استخدم المواد لتصميم مولد توربيني كما بالشكل 10- زي ما احنا شايفين في الرسم 11- رقم اثنين 12- عند نفاذ المياه استخدم الكوب لنقل الماء من الإناء السفلي إلى الإبريك لتجعل الماء مصدر متجدد داخل النظام 12- الملاحظة 13- تتحرك وتدور المروحة الورقية عند سقوط الماء عليها 14- تتحرك وتدور المروحة الورقية عند سقوط الماء عليها 14- الاستنتاج طاقة وضع الجازبية المختزنة في المياه تتحول إلى طاقة حركة تتسبب في حركة المروحة 15- تعمل الطاقة الحركية الناتجة عن ضواران المروحة في تشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء 15- عن حل مع بعض اختبر عقلك أتمنى عبوات التالية باستخدام الكبات المعطاة 16- هنا قل لك متجددا غير متجدد كهرومائية كيميائية 16- الطاقة النتيجة عن ضواران التوربينات المائية تسمى طاقة 17- طاقة كهرومائية 18- طاقة ايه كهرومائية 18- رقم اثنين تعتبر المياه موردا متجدد لإنتاج الطاقة 19- عن حل تدريبات الأضواء 20- رقم اثنين على أنشط التعلم 21- تخير إجابة صحيحة 21- تعمل التوربينات المائية على تحويل الطاقة 21- نقط إلى طاقة كهربية 22- التربونات المائية على التحويل الطاقة 23- الطاقة الحركية 24- الطاقة الحركية إلى الطاقة كهربية 25- بالاختار الحركية 26- رقم اثنين 27- تتشابه التوربينات الهوائية 28- مع التوربينات المائية 29- في كل ما يلي ما عدا أنها 28- تولد كهرباء 29- وتستخدم طاقة حركة تستخدم طاقة وضع ولا طاقة متجددة لا تستخدم طاقة وضع التربونات الهوائية تتشابه مع التربونات المائية في كل ده ما عدا أنها تستخدم طاقة وضع رقم ثلاثة مخرجات توربينات الرياحية الطاقة الطاقة الكهربية نختار الكهربية رقم أربعة تفقد التوربينات الهوائية جزءا من طاقة الحرقة في صورة طاقة صوتية في صورة طاقة صوتية نختار صوتية رقم 5 تعمل نقط على توجيه أشعة الشمس لتسخين الأواني المعدنية وطهي الطعام الموجود بداخلها تعمل المراية المنحنية فنختار المراية المنحنية تعمل على توجيه أشعة الشمس لتسخين الأواني المعدنية وطهي الطعام الموجود بداخلها رقم 2 أكمل عبرات الأتيب باستخدام الكلمات المعطاة هنا يجب لك التربونات الهوائية السخان الشمسي القهر مائية الشمسية الخلايا الشمسية وضع الجاذبية حركة أول حاجة معنا واحد تتسبب الطاقة النقط في حركة الهواء وهبوب الرياح تتسبب الطاقة الشمسية تتسبب الطاقة الشمسية في حركة الهواء وهبوب الرياح رقم 2 تتحول الطاقة الشمسية في نقط إلى طاقة حرارية تتحول الطاقة الشمسية في السخان الشمسي نكتب هنا السخان الشمسي إلى طاقة حرارية رقم ثلاثة تستخدم نغط في تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تستخدم التوربينات الهوائية نكتب هنا التوربينات الهوائية رقم أربعة يطلق على الكهرباء الناتجة من المياه اسم الكهرومائية نكتب هنا الكهرومائية رقم خمسة بتختزن مياه الأنهار طاقة نغط طاقة وضع إجازبية نكتب هنا وضع إجازبية رقم ثلاثة ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد عند سقوط مياه الأنهار لأسفل فإن طاقة وضع إجازبية المختزنة في الماء تتحول إلى طاقة حركة العبارة صحيحة رقم اثنين يفضل وضع التربونات الهوائية في أماكن عاصفة الرياح العبارة صحيحة رقم ثلاثة تنتقل الكهرباء الناتجة من السدود إلى المدن عن طريق أسلاق ضخمة العبارة صحيحة رقم أربعة تعتبر الطاقة الإشعاعية للشمس إحدى صور طاقة الوضع العبارة خطأ رقم أربعة أذكر تحولات الطاقة في كل من واحد الألواح الشمسية الألواح الشمسية بتحول الطاقة الشمسية للطاقة الكهربية رقم اثنين التوربينات الهوائية بتحول الطاقة الحركية للطاقة كهربية رقم ثلاثة التوربينات المائية تحول الطاقة الحركية إلى الطاقة كهربية وبكده نصلنا معاكم من نهاية الدرس النهاردة رجيكم استفدتم معانا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته